موسيقى الرابعة صباحاً الثانية بتوقيت جرينيتش موجز إخباري يأتيكم من القاهرة أهلاً بكم ترأس رئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع يأتي في إطار حرص الرئيس السيسي على تفعيل دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية ومتابعة القرارات الصادرة عن الاجتماع الأخير للمجلس فضلاً عن جهود تطوير وميكنة منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية استحب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي نظيره الأردني بشر الخصانة والوفد المرافق له في جولة تفاقدية لمشاهدة المشروعات التي تشهدها العاصمة الإدارية الجديدة على أرض الواقع رفقهم خلالها عدد من المسؤولين من الجانبين وأكدمت بولي أن المشروع يمثل أهمية كبيرة للدولة المصرية ويفتح آفاق المستقبل ويجسد إرادة المصريين في تحدي العقبات من جانبه أشهد رئيس وزراء الأردن بحجم العمل بالمشروعات والتنفيذ الذي يتم باحترافية ومعايير عصرية مبدياً إعجابه بالنسق المعمري المميز لمسجد مصر في إطار احتفالات القوات المسلحة بانتصارة أكتوبر المجيدة شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد تنفيذ المرحلة الختامية المناورة راعد 32 بالدخيرة الحية والتي نفذتها وحدات من المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وعناصر من القوات الخاصة للمظلات والصائقة على مدار عدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة بحضور الفريق محمد فريد رئيس هركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من دارس الكليات والمعاهد العسكرية أعلنت مفاوضية الانتخابات العراقية أن عدد المراكز المحددة للتصويت العام للعملية الانتخابية المقررة في العاشر من الشهر الجاري بلغ 8273 مركزا للإقتراع وأوضحت المفاوضية أنه بحسب قانون الانتخابات الجديد ستفتح محطة واحدة في كل مركز اقتراع ويجري العد والفرز يدويا وأضفت أنه حالة كانت نسبة عدم التطابق أكثر من 5% سيعاد العد والفرز للمركز بالكامل وتعتمد نتائج اليدوية حصرا قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس أن بلاده تتعرض لهجمات إلكترونية يبتم بصورة يومية مهددة بتنفيذ المملكة المتحدة هجمات معاكسة ضد الدول التي ستحاول إلحاق أضرارا ببريطانيا وقال والاس في حديث لصحيفة ساندي تيليغراف إن إنشاء القوات السيبرانية الوطنية في بريطانيا هدفها حماية البلاد من العمليات السيبرانية في حال كانت خطيرة ومخربة ومضرة دعيا إلى تفعيل آليات التعاون الدولي للتصدي إلى هذه الظاهرة أظهر إحصاء لرويترز أن إصابات كورونا العالمية تناهز 235 مليون وبحسب الإحصائيات فقد تخطط الوفيات 4 ملايين و41 ألفا وقد تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 220 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر من عام 2019 طالبت السلطات الإسبانية آلاف السكان في جزيرة لابالما بالاستمرار في البقاء في المنازل بسبب تدهور جودة الهواء وسط تواصل ثوران البركان وأمرت خدمة الطوارئ بإغلاق المنطقة أمام سكان لوسيانوس وإيل بلسو البلدتين الأكثر تضرران من البركان وتم إجلاء نحو ستة ألاف شخص من منازلهم منذ بدء ثوران البركان في التاسع عشر من سبتمبر لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتم موقعنا على الانترنت كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، الإستجرام ويوتيوب شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء شكرا على المشاهدة